بين اليد المدججة بالسلاح الخارجة عن نطاق الدولة وإرادة كبحها شيء أكبر من أمر ديواني وأوسع من تعهدات ميليشيات عابرة للحدود بالرضوخ لأوامر الدولة هذا إن قيل تسليما إن في العراق دولة بالأساس استهل عبد المهدي شارة موز بقرار يتضمن دمجا أو إطارا قانونيا لميليشيات الحجد يطالبها بالانخراط بالمؤسسة العسكرية أو بناء مؤسسة موازية بمسميات مهنية وفي القرار وتبعاته ثم تعقد لا يتوقع حلها بسهولة وإن حلت ربما ينفرط عقد حكام العراق الجدد مركز الرافدين للدراسات رسام تناول في بورقة بحثية الاشكالات القانونية والعقائدية والتنظيمية لتشكيل ميليشيات الحجد والقوانين التي صدرت لإضفاء الشرعية القانونية عليها لا سيما القانون الأخير فتتحدث الدراسة أن ضحف الدولة التي أنشأها الاحتلال شجع الأحزاب على تشكيل مجامع مسلحة خارج الإطار القانوني بذرائع شتى كدعم الأمن وحماية المقدسات وغيرها لم تكن ميليشي الحجد حالة طارئة على الواقع في العراق بل هي نسخة محدثة لسابقاتها كانت الأولى عندما أقر الحاكم المدني للاحتلال بول بريمر دمج الميليشيات التابعة للأحزاب بالقوات الأمنية وجعلها نواة للجيش النظامي ثم ظهرت بشكل أكبر في عام 2006 وبعدها أظهرت بعدها العابرة للحدود عام 2011 عندما استعرضت علنا في بغداد وأعلنت مشاركتها بالقتال إلى جانب النظام السوري آخر حلقات اكتمال طوق الميليشيات كانت إنشاء ميليشيات الحجد عام 2014 ثم أضطر عملها بهيئة لها وبغطاء قانوني عبر قرارات برلمانية إبان حكومة العبادي ثم برزت كقوة سياسية ومسلحة ودخلت الانتخابات التشريعية عام 2018 ووصلت إلى حكم البلاد بحكومة توافقية رأسها عبد المهدي الذي أصدر لاحقا قانون دمج الحجد عدة تحديات تواجه حكومة عبد المهدي في تعاملها مع الميليشيات أبرزها أنها تتبع في الغالب كما يعترف قادتها لإيران وتلتزم بتوجيهات خامنئي ما يجعلها في محل لا يلزمها بقرارات الحكومة داخليا وخارجيا ففي الداخل يمتلك الحجد نفوذا سياسيا وعسكريا واقتصاديا كبيرا جدا وفي الخارج تقع الميليشيات ضمن الخط الإيراني الممتد إلى لبنان واليمن في خضم صراع نفوذ محتدم مع واشنطن ما جعل الميليشيات تمثل خنجرا إيرانيا في خاصرة دول المنطقة وذلك الصراع قرار عبد المهدي تراه الدراسة أنه جاء نتيجة لضغوطات من واشنطن إلا أن إشكاليات تطبيقه مستعصية على الحل لا سيما تلك المتعلقة بفرق العقيدة العسكرية بين الجيش النظامي والميليشيات واختلاف منظومة القيادة والسيطرة والهيكلية التنظيمية لكل منهما فضلا عن رفض عدة فصائل بميليشيات الحجد القرارة جملة وتفصيلا دراسة المركز رأت أن الحكومة ستستمر في إصدار القوانين والأوامر الديوانية لإضفاء الشرعية القانونية على عمل هذه الميليشيات في محاولة واضحة من الحكومة لمنع استهدافها من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بعد تزايد التهديدات بين الطرفين خصوصا وأن الحكومة لم تشر بقرارها إلى دمج حقيقي بل تنص على أن تعمل ميليشيات الحجد بشكل مستقل عن القوات المسلحة ولكنها ترتبط بالقائد العام لتلك القوات خيارات الحكومة بالتعامل مع الأمر تبدو ضيقة خصوصا وأن حكومة عبد المهدي شكلت على مبدأ التوافق فهي أضعف من أن تواجه ميليشيات لها القدرة على إسقاطها بالأخذ بنظر الاعتبار التصعيد بين طهران وواشنطن فالأولى ترى أن إغراق العراق بالفوضة أفضل من إنهاء نفوذها على غرار ما يحدث في اليمن بالمحصلة فإن القرار بحسب الوقائع لم يكن ليتخذ من دون استشارة زعماء الميليشيات أنفسهم وبالنظر إلى توقيته وحيثياته لا يعد كونه خطوة إعلامية بحتة للظهور وكأن الميليشيات في العراق ذاهبة إلى الأفول بينما يقول الواقع إنها لم تكن قوية كما هي اليوم بقرار عبد المهدي أو بدونه هذا العراق دولة أو شبه دولة لا يسمع فيه صوت سوى صوت البندقية اشتركوا في القناة